المقامة حاليا في القاهرة شكرا لكل القائمين على الخروج المشرف والصورة المشرفة للبطولة لحد الآن زي ما قلنا في بداية البطولة قبل البطولة بيوم كان 12 يناير هي بدأت 13 ومستمرة 31 الشهر احنا بنتكلم في فكرة انه من ساعة جائحة كورونا وإحنا النهاردة الجائحة عايشة معنا بقى لها السنة ومش عارفين هتكمل لحد امتى بس مصر البلد الوحيد اللي لا ارجعت ولا لغت ولا قالت طب ما احنا اللي يسري علينا يعني اللي يسري على العالم سري علينا احنا كمان لا احنا اخذنا في اعتبارنا الموضوع دوت بكل الجدية وده الحقيقة بنحيي عليه برضو من قول وجديد القادة السياسية اللي يعني اصرت انه هذه البطولة تتم على ارضنا وتنجح بهذا الشكل اللي يليك بصورة واسمه وشكلنا في الآخر شكل مصر هو ده التحديات اللي نتكلم عليها كنتيسها قول ده ندوع من انواع التحدي الكبير ده طبيعي ده تحدي عالمي يعني احنا كمصريين والواحد ده لمس وكمان خلي بالك السام اللي عاش برا كمان بيحس بالكلام ده اكتر طبعا التحديات على جميع المستويات ودايما المصريين لما بيتحطوا في موقف تحدي اعتقد بينجزوا انجاز كبير جدا وبيبداعات كبيرة جدا طبعا نتمنى هذا الاسرار وهذا التمسك ما بيكونش في اوقات التحديات بس يكون ان شاء الله طول الوقت ان عندنا قادة سياسية عارفة قيمة مصر كويس قوي عارفة قد ايه ان بطولة عالم زي دي هتسمع على المستوى الاعلامي والمستوى الدولي قد ايه بصورة ايجابية عندنا زي ما انت قلت فريق محترم جيل جديد من جيل كورت اليد عندنا اجيال عظيمة في كورت اليد اعتقد هذا الجيل بيكمل بييده يكتب تاريخ من دهب اول مرة طبعا ان شاء الله نوصل للمبرارة نهاية ده هكون انجاز واحنا وراهم والدولة وراهم وطبعا بنحيي كل الاقام على هذا التنظيم الرائع وان شاء الله يستمر هذا التنظيم والنجاح باذن الله على مستوى التنظيم وعلى المستوى الفني اه طبعا جدا